أنا أول مرة في مهرجان لوكسور بس مش أول مرة في لوكسور بس ده يخليني أعرف لوكسور لوكسور شوف شوف عشان بقولك مش أول مرة أنا كده بتعرف على لوكسور أكتر ومن خلال الجمهور كمان اللي بيحضر للندوات للأفلام الحاجات دي بيخليني أقعد أكتر شوية في البلد اللي بحبها قوي دي ده بخصوص لوكسور أما بخصوص المهرجان فهو بجد مهرجان جميل بتقابل فيه مع ناس حلوة قوي خلينا نقول مش بس من مصر بس حكمان أنا شفت ولاد بلدي مثلاً من تونس اللي ما بشوفهمش كتير عشان أنا عايشة في بلجيكا قابلتهم هنا بقضي وقت معهم بنتحك بنهزر بنحكي بنتكلم غير طبعاً مثلاً الإفريقيين غير فيه المغربة مثلاً لما بقبلهمش خالص معرفش حاجة عن تقريباً معرفش حاجة عن السينما المغربية ولا صناع السينما ولا من الممثلين وكده ما معرفش حد فده دي فرصة حلوة بتكلم على المغرب اللي هو برضو قريب جداً لنا وبعد كده السينما الإفريقية طبعاً أنا حبة جداً السينما السينغالية والسينغاليين عموماً مش عشان كسبوا ولا بلاش أنا بحبهم قوي ده من يعني البلد اللي بحسها كده يمكن بعد السودان يمكن البلد اللي ححب أكون فيها وحس أنه ثقافتي تقرب لها قوي بقابل سينغاليين وبقابل السينما إفريقية عموماً جميلة قوي بخصوصاً في الأفلام القصيرة أنا مهتمة جداً بالأفلام القصيرة لأنه دول شباب بيعملوا أفلام لأول مرة مثلاً فبنكتشف إيه اهتمامتهم وإيه الحاجات اللي بتحصل في بلدهم من خلال الأفلام اللي بيعملوها وده مهمة جداً بالنسبة لي أفضل من الأفلام الطويلة بالنسبة لي كلجنة لو كنت حختار لجنة تحكيم دايماً حختار دي عشان دي اللي فيها المفاجآت أعضاء اللجنة جمال قوي من مغرب من مصر من الصومال لسه ما قابلتهاش أعضاء اللجنة جمال قوي وبحبهم قوي وبتعرف عليهم كل يوم والأراء مختلفة وده حلوة قوي عشان كل واحد بيجي بحاجة بيدي رأيه وبتكتشف حتى الأفلام بنشوفها بعينينا التاني النهار ده آخر يعني آخر يوم نشوف فيه الأفلام الباقية وبعد كده حنتقابل كلنا ونحكي ونتكلم وأنا متأكدة أنه أنا مستنية أصلاً الموعد ده مع لجنة التحكيم عشان حنتكلم عن اللي حصل على الأفلام دي حاخد رأيهم حعرف رأيهم حكتشف رأيهم بس كمان حنختار وحنحدد مين اللي بجد لمسنا أكتر أنهي فيلم لمسنا أكتر حنتكلم أكيد حنتكلم على كل الأفلام واحد واحد ونختار الفائز إحنا لسه ما تكلمناش في إيه على أي أساس حنختار أنا ممكن أحكي بس عن نفسي أنا جاية بحاول بتفرج على الأفلام دي ببراءة جداً يعني من غير أن عندي ولد أصلاً ابني بيحب يعمل سينما وبيجرب حاجات كتير فحابة جداً الطاقة دي بتاعت التجربة وبتاعت الأغلاط أنت لما تجرب حتغلط كمان فأنا حابة جداً يعني أنا مش قاعدة بدور على الغلطة في الأفلام دي أنا بحاول أتفرج عليهم كحد كده صغير جداً في السن وحيستمتع ولا لأ أو حيحاول يحس زي الطفل ما ممكن يحس اللي قدامه صادق مش صادق مبسوط مش مبسوط حاجات دي كلها أنا ححاول أحس وفهم يعني اللي وراء الكاميرا ده وراء العمل ده هل هو مخرج حيبقى مخرج بجد حيبقى عنده نفس طويل ده ولا لأ أو لو جي قدامي عقولوا لا بطل يا حبيبي خلاص طب هنا بلاش كامل مثلاً ححاول أتفرج بحاول أتفرج علي الإفلام بالطريقة دي وأكيد ما فيش حد في اللجنة بيتفرج معايا كده عشان هما البروفيشنل أكتر في السينما فهما أكيد حيتكلموا بلغة السينما بطريقة تانية أنا حتكلم بالصوت اشتركوا في القناة